الموظفون في اليمن يدفعون فاتورة اقتصادية وإنسانية باهظة الثمن ست سنوات يكابد الموظفون الحياة بلا مرتبات بعد أن استحوذت ميليشيال حوثي على أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار الكتلة النقدية في البنك المركزي بصنعاء أكبر كارثة إنسانية تركت تأثيراتها السلبية على حياة ملايين اليمنيين حيث تدهورت أوضاعهم المعيشية وتفاقمت معاناتهم على مختلف الأصعدة وأحالتهم إلى دائرة الفقر لتصل معدلات الفقر في اليمن إلى ثمانين في المئة الميليشية المدعومة من إيران رغم سيطرتها على إيرادات ميناء الحديدة التي بلغت أكثر من مائة وخمسين مليار ريال يمني والتفنن في نهب أموال المواطنين تارة بشرعنة نهبها بالقوى باسم الدين وأخرى باسم الدولة مثل الضرائب والجمارك والرسوم والاتصالات والخدمات التي لم يعد المواطن اليمني يراها منذ سيطرة الحوثيين وكثيرا باسم الحرب أو كما يسمونها المجهود الحربي سياسة قمعية ممنهجة لتجويع اليمنيين فرغم كل هذه الأموال الهائلة التي تتحصل عليها الميليشية إلا أنها تتنصل عن مسؤوليتها ولا تعبأ لمعاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات المستدامة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمسكن في ظل انقطاع المرتبات